هل العالم ممكن ياخد مني حصلات زراعية مجاملة ولا الناس دي بتدقق تدقيق وبالذات الأوروبيين يعني؟ طبعاً احنا من أكبر الأسواق اللي بنصدر لها سوق الاتحاد الأوروبي ودول الناس ما بتهزرش ناس وبيحظوا حزوهم على فكرة جميع الدول يعني احنا بقالنا فترة بقالنا خمس سنين كده كل الدول بتحظوا حزو دول الاتحاد الأوروبي في تجديد الرقابة على ورداتها الزراعية واختخوفها من انتشار الأفات النباتية ما بين الدول وده الالتزام مصر ملتزمة به تبقى للتفقية الدولية للوقاية النباتات الابي بيسيل اللي موقع عليها مصر من سنة اتنين وخمسين من سنة واحد وخمسين وتم تفعيلها في تلاتة وخمسين واحنا ملتزمين قدام دول العالم كلها ان احنا لما نصدر لهم حاجة بنشهد ان الحاجة دي اتما تدرش لساروة الزراعية بتاعتهم ولو هم ليهم كمان متطلبات واشتراتات اضافية زي ما احنا سعى بيبقالينا متطلبات واشتراتات اضافية انا ملزم ان انا نофزها لهم وان انا اقدر اوصل بالمنتج بتاعي للمطابقة لاشتراتاتهم هل الزاكرة تسعف انا شايف مش شايف ولا ولا لا لا هل الزاكرة تسعف انك تقدر تقول لي انا حصلاتي الزراعية بالترتيب اللي انا حققت فيها طفرات وبصدرها ولو مش الزاكرة بتسعف بالارقام قول لي اهم الحصلات اللي انا بصدرها بتسعف ان شاء الله من قبل 2018 كنا بنصدر ما يقارب 4 إلى 4.5 مليون تن حاصلات زراعية قبل 2018 بدأنا في 2018 كانت بداية تكسر حاجز الخمسة مليون تن صدرنا خمسة واثنين من عشر مليون تن في 2018 2011 خمسة ونصف مليون تن 2020 مع بداية كورونا كان فيه شوية اتربط نزلنا الخمسة وثلاثة من عشر مليون تن و2021 دي البيك أو أعلى حاجة كنا وصلنا لها اللي هي خمسة وستة من عشر مليون تن أهم الصدرات اللي بنصدرها احنا بنصدر موالح بشكل كبير جدا نعملنا في 3 سنين قفزت 50% على حجم صدرات اه بالزبط كده بنصدر موالح بشكل كبير جدا المحصول الرئيسي في مصر هو البرتقان احنا بنصدر من موالح مجموعة الموالح كلها برتقان ولمون ويسفي ويسفيات واحد وثمانية من عشر مليون تن منهم واحد ونص مليون تن برتقان لأن برتقان مصري مميز جدا عالميا بيجي في المرتبة التانية البطاطس البطاطس بنصدر منها 600 صدرنا في 2021 615 ألف طن بطاطس لكاف الدول العالم وبعدها بيجي منتج جديد احنا قدرنا بالتفاوض مع الدول برة وتحديدا مع دولة الصين ومع دولة نيوزيلندا ان احنا نوصل لأرقام مهولة جدا تخيل الحركة انه كنا بنصدر من محصول ده عالف البنجر بنجر السكر بعد ما بيتعسر وبيتاخد منه محصول السكر بيبقى فيه منتج سنوي اللي هو التفل بتاع البنجر التفل ده يعني قدرنا ان احنا نفتح اسواق جديدة له كنا بنصدر في 2017 150 ألف طن وصلنا في 2021 لـ 650 ألف طن يعني تضاعف الرقم 4 مرات واكتر انا بصدره زي ما هو بعمل عليه عمليات بعمل عمليات تصنيع باننا اخليه في شكل علف واحنا قدرنا نفتح بقى السوق الصيني لان السوق الصيني اكبر مستهلك للمنتج ده عالميا عشان خاطر هو عندهم دلوقتي بيعملوا اكتفاء ذاتي من الخنازير من لحوم الخنازير فعندهم مزارع محتاجة المحصول ده بشكل كبير جدا فقدرنا ان احنا نفتح سوق الصيني والسوق نيوزيلندي قدام تصدير علف البنجر والحمد لله حقنا فيه ارقام كبيرة جدا نصد 650 ألف طن واحتل السنة دي في 2021 المركز الثاني في صدراب بعد الموالح بعد كده بيجي الفراولة المصرية المجمدة رقم واحد علامية مصر رقم واحد علامية في تصدير البرتقان التازج والفراولة المجمدة وصدرنا ما هيقرب من 160 ألف طن فراولة مجمدة بخلاف الفراولة التازجة حوالي كده تقريبا 200 ألف طن مجمد وتازج وصدرنا بصل 250 ألف طن بصل وصدرنا رمان وعنب باكرب 120 ألف طن لكل محصول من المحاصيل والحمد لله بنسعى أن نفتح السوق جديد عشان قطر نزود صدراتنا من المحاصيل دي ترجمة نانسي قنقر